في الوقت طيب أنا لما هاخد موقف إلى أي مدى هينعكس معاي على مصالح إحنا عايزة أقول لها حضرتك هل ممكن نسأل سؤال إزاي ممكن بتنظر روسيا لهذه الزيارة لو أنا ما كان روسيا مش أبا سعيد البولندا من الدول زي ما قلت لها حضرتك اللي أخد موقف أكثر تشددنا أحيانا من بعض قطاعات المجتمع الأوكراني ماشي لأن فيه خلاف سياسي عميق بين يعني بولندا انحازت أكتر لي الكتلة الغربية برضو ذكرت الخلفية التاريخية طبعا انضمت لي الناتو الناتو بيتعامل معها أن هي قاعدة متقدمة للموقف بتاعه على حدود الأوكرانية مباشرة الناتو بيحاول يتمدد وإحنا شفنا أن فيه طلب تم تخديمه من قبل السويد وفنلندا وبالتالي إذا حدث ذلك وتم تضمه غالبا هيحدث تضم هتين الدولتين وما كانوا دولتين حيادر كانوا حيادين طبعا بحكم بنور الحرب العالمية التانية روسيا غازت فنلندا زمان عشان تمنع انضمامها لأي محاول قبل الحرب العالمية التانية فانت دلوقت إذا زي نفس قصة أوكرانية بالضبط انت دلوقت إذا حصل أنه الدولتين تم الوافق عليهم رسميا الناتو هيكون على حدود روسيا مباشرة وده وضع الروس بيحذروا منه لأنه معناها أن انت تقدر تنصب صواريخ مدها 30 كيلو خلاص تقدر توصل للحدود القلب روسيا أو خصوصا تعرف أن موسكو أقرب إلى الغرب في الجغرافية فبالتالي الموضوع روسيا مش هتبقى سعيدة زي ما يكون برضو لو بوتين جيزر مصر أو أي مسؤول روسي الغرب ماش سعيد وانت في مثل هذه الأزمات كل طرف بيسعى أنه هو يستقطب أكبر عدد من دوله لكن لحد هذه اللحظة مصر عملة سياسة حكيمة بالفعل فيما يتعلق بالمسألة دي وهي أنك إنت أغطى موقف مبدئي خلافا لبعض المواقف الانتهازية أنا يعني مش عايز في بعض المواقف مش هقول مين بس واضح المسألة ناس عارفة كويس عارفة كويس جدا اللي هو ابتزاز بتبيع المواقف كل لحظة لا أنا لو ما خدتش البتاع دي مش هوا فيه على انضمام كذا وكذا أنا متسيستك حكيمة ورشيدة لو معرفش لو ما ديتونيش كذا هساعد كذا لو ما ديتونيش الطيارة دي كذا هذا موقف مصر مع مرتوش للأمانة وده شيء محترم جدا أنه أنت لم تتاجر بالمناسبة جزء من المحاسات البارح اللي هو الهجرة دول شرق أوروبا من الدول اللي هي شديدة التعصب ضد الهجرة لأنه في مشكلة في أوروبا من ولا إيلا؟ لا من التعارف الهجرة بتعمل مشاكل في الدول دي بتؤثر على النمو والاقتصاد شوية وحاجة ذاتها فبسبب التيارات اليمينية المتعصبة جدا أو شديدة التطرف بتصعد وبتنتهي فرصة بعض القضايا زي الهجرة وتتاجر به وبعضهم مصعدة للحكم زي هايدر جورج هايدر في النمسا قبل كذا بعض الناس ربما حتى السياسة بتاعت فيكتور أوربان في الماجر بولندا وغدا موقف ضد الهجرة العربية الإسلامية تحديداً آه لكن وبعض السياسين بتوحها طلعوا وقالوا آه إحنا وغدين ده لأنه إحنا الأخرانين دول بيض وأوروبيين زينا وحضرتنا واحدة مش عايزين التانين فأنت مصر بالنسبة للدول كتيرة جداً أوروبية عاملة جهد رهيب جداً لأنها تمنع سياسات الهجرة مصر من سنة 2016 من المركب الشهيرة جداً بتاعت رشيد على ما أظن فبالتالي دي كلها تخلي التعامل الغربي معاك تعامل محترم وقائم على وتقدر تحقق مصالح بالمناسبة بس بطريقة محترمة موسيقى